السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنقوم بالتعديل على task script.js. إذن مثل ما عملنا سابقاً مع template.js والstyle.js نعمل نفس الشيء مع script.js. إذن سنحتاج أيضاً أن نقوم بعمل require مرة أخرى لهذه الموديول هنا. إذن لدينا القلب util. ولن نصبح نعرف دور أيضاً أي غالب ايف. أيضاً أي غالب كونكات. أي غالب نوتيفاي. كل هذه تطرغنا إليها. الشيء الجديد هنا فقط هو غالب اغليفاي. إذن هذا الموديول سوف يسمح لنا بأن نقوم بعمل آآ ميني فايل لأقوات الجابا سكريبت. وآآ طبعاً عندما نقوم بالكتابة بطريقة الجديدة التي هي الإكما سكريبت سيكس. إذن هذا الموديول الخاص بالإيس سيكس. إذن أيضاً نقوم بعمل له تسطيب عن طريق هذا الأمر هنا. ونقوم بعمل له ونقوم باستخدامه. إذن آآ نبدأ مع أول كود. طبعاً هذا قمنا بعمله. لسنا بحاجة إليه. فقط هاته نقوم بعمل لها كوبي. نأتي هنا نعمل لها بيست. بعد ذلك نأتي هنا على البايب الأولى. إذن البايب الأولى هنا. بعدها سنقوم بعمل أجليفاي. وطبعاً هذا اعتماداً على هذا المتغير إذا كنا في وضع التطوير لن نقوم بعمل أجليفاي. أي لن نقوم بعمل مينيفاي لكود الجواسكريبت. أما إذا كنا في وضع الانتاج فسنقوم بعمل أجليفاي او مني فاي لكود الجاباسكريبت اذا هذا سنعمله هنا بهذا الشكل بعدها ايضا سنقوم بعمل الكونكات وطبعا الاسم سوف يكون اعتمادا على الوضع الذي نحن فيه اذا كنا في وضع التطوير سوف يكون اسم الملف main.js فنحن هنا نقوم بعمل كونكات لجميع ملفات الجاباسكريبت في ملف واحد اسمه main.js اما اذا كنا في وضع الانتاج اذا هنا سوف يتم تطبيق لنا الاغلي فاي اي سوف يتم عمل لنا مني فاي في كود الجاباسكريبت اذا الاسم سوف نسميه main.main.js اذا ايضا نعمل copy هذا السطر هنا ونأتي هنا ايضا اخيرا اين سوف تكون المخرجات اذا كنا في وضع التطوير المخرجات سوف تكون في الطمب.js في هذا الفولدر طبعا نحن لسا دينا هذا الاسم سنحتاج ان نقوم بتغييره لو نأتي هنا على path.js اذا سوف يكون دينا top.secret وفي وضع الانتاج سوف نقوم بنقل المخرجات على هذا المجلد dist.secret طبعا على هذا المسار الذي هو dist ثم js اذا بهذا الشكل نقوم بعمله copy ونعمل هنا paste واخيرا ايضا حتى عندما نقوم بالتعديل في كود الجافا سكريبت يتم عملنا auto reload في المتصفح سوف نحتاج إلى browser sync اذا ايضا نقوم باضافتها هناك اخر شيء اذا بهذا الشكل نتوقف عند هذا الحد نلتقي في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة